السلام على متابعي نوافذ التعليم أهلا بكم في الدرس الثالثة عشر من تعلم المحادثة في اللغة التركية إن شاء الله في هذا الدرس سوف نتكلم عن الوظائف الأساسية والشائعة بيننا كل ما عليكم أن لا تنسوا مشاهدة الدروس بالتسلسل فبالأخص إذا كانت هذه لك أول مرة تتابع دروس نوافذ التعليم أقترح أن تذهب إلى أسفل هذا الفيديو في خانة الوصف أو في الدائرة البيضاء في أعلى يمينك لمشاهدة الدروس بالتسلسل من البداية إلى ما وصلنا عليه والآن لنبدأ بأسماء الوظائف الإسم الأول أوريتمان أوريتمان معلم مدرس الإسم الثاني دكتور أي دكتور وثالثا بوليس بوليس يعني شرطي رابعا تاميرجي تاميرجي أي مصلح تامير هي كلمة عربية تعمير وتاميرجي يعني مصلح خامسا شوفر شوفر أي سائق شوفر سادسا بيلوت بيلوت أي طيار سابعا اجزاج اجزاج أي صيدلاني اجزاج ثامنا باربار بار بار تاسعا أفوكات أفوكات أي محامي بالمناسبة في إحدى الأيام عندما كنت أدرس في إحدى المعاهد التعليمية لتعليم اللغات فكان هناك من بين الطلاب من هو محامي فعندما قلت لهم أنه أفوكات هي تعني محامي فهو قال لي وكأنها هي أبوكات أبوكات فقال لي أنه على الأغلب المحامي يلبس القوط يعني اللباس نوع من الألبسة فلذلك قال أنه كأنه أفوكات بالأصل هي أبوكات وقال أيضا في كما يقولون الجيل الطيب قبل سنوات كانوا يسمون بالمحامي أبوكات يرونه يلبس تلك النوعية من الألبسة القوط فإذلك الناس كانوا ينادون عليهم ويسمونهم أبوكات وهكذا قال أنه قد تكن أبوكات مشتقى من أبوكات والله أعلم ولكن أعجبني ذلك فتفسيره كان مغبول جدا إذن الكلمة العاشرة بوستاج بوستاج أي ساعي البريد والحدي عشر همشيري همشيري أي ممرضة هذه الكلمة غاليا ما تستخدم للممرضات يعني للجنس الأنثى أما للذكر لا أرى أن هناك كلمة تقابل المعنى ممرض كلمة الثانية عشر تيرزي تيرزي يعني خياط تيرزي الثالثة عشر تشيف تشي تشيف تشي هذا يعني مزارع أو فلاح وكذلك تشيفت لوحدها من دون تشي تعني زوج فردي زوجي فهذا يعني زوج الرابع عشر فوتبول جو فوتبول جو أي لعب كرة القدم الخامسة عشر كمرجو كمرجو كمر هي فحم وكمرجو الشخص الذي يستنتج الفحم يعني الذي يعمل على الفحم الكلمة التي بعدها أدنجو أدنجو يعني حطاب أدنجو حطاب والكلمة التي تليها ديش تشي ديش تشي ديش يعني سن وديش تشي يعني طبيب أسنان فهذه كانت أهم الكلمات التي أرى أنه من المهم أن تعرفونها في هذا المستوى وأكيد بعد هذه الكلمات سأعطيكم نصوص تعبيرية لكي نمارس هذه الكلمات ونتعلم أكثر كل ما يتعلق بالقواعد التي نحتاجها في الكلام وتركيب الجملة الصحيحة وكذلك كيف نلفظ وكيف نتعود في فهم ما نسمعه لذلك أرجو أن تشجعوا وتحفزوا أنفسكم في أن تستمروا دائما إلى النهاية فصدقوني في كل درس أنه الدقيقة القادمة تعتبر هي الدقيقة الأهم والآن لنبدأ بما لدينا من النصوص أو لنسميها بالرسائل الرسالة الأولى عن أحد الأطباء عنوان هذه الرسالة بن دكتورون حاولوا أن تفهموا هذه الرسالة فقط بالاستماع وبالنظر إلى النصوص وبعدها إن شاء الله سأترجم كل نص أقرأوه لكم باللغة تركيا لنبدأ والآن سأترجمها لكم مع أنني على يقين أن غالبيتكم قد افتهمتم هذا النص بنسبة كبيرة لنترجمها بنيم آدم غازي أكيد يعني اسمي غازي اللي يشن دايم اللي يعني خمسين يشن دايم في سن الخمسين أنا في سن الخمسين دكتورم أي بن دكتورم فخلف دكتور هناك أم دكتور أم أي أنا طبيب بعدها قال أنه آزادي حستاني سنده چالشيورم أي أعمل في خستخانة حستاني حستاني يعني خستخانة نسمونها ببعض اللاجات أي مستشفى آزادي حستاني سنده يعني في مستشفة أو في مشفة آزادي چالشيورم أعمل ايورم لاحقت مضارع المستمر شمدكي زمان والتي تكلمنا عنها قبل أسابيع بعدها يقول الطبيب غازي شوان بير هاستاي مؤايني ديورم شو آن يعني هذه اللحظة آن يعني لحظة أي كأنه قال شمدي أي الآن شمدي أيضا يعني الآن شوان هذه اللحظة بير هاستاي مؤايني ايديورم أي أبحث أحد الهاستاي يعني أحد المريضين فهاستا يعني مريض وهستاني يعني مستشفى إذن ما أتى خلف هاستاي مؤايني مؤايني يعني معاينة باللغة العربية أيضا مثلا تقول للدكتور عايني مثلا عايني يا دكتور أو عاين يا دكتور إذن شوان بير هاستاي مؤايني ايديورم الآن وعايني أحد المريضين بعدها يضيف قائلا مسليمي جوك سيديورم مسلك يعني وظيفة بنم مسليم وظيفتي أما عندما يقول مسليمي يجعله مفعول به ماذا يفعل به يحبه يعني يحب المسلي فتصبح مسليمي جوك سيديورم أحب وظيفتي جدا فإي التي أتت خلف مسليم هنا لأننا وصفناها بفعل بالفعل سيديورم وبفعل في حال مضارع المستمر لوجود يورم وبعدها يختم قائلا بانج دوكتور لك شوك فايد لبير مسلك برأيي بانج يعني برأيي فا يقول بانج دوكتور لك يعني برأيي الطبي يعني عمل الطبيب دوكتور عمل الطبيب كما قد تكونوا قد لاحظتم فايدة أصلها فايدة بإضافة ل فايدة تصبح مفيد أي ذو فايدة فهذه كانت رسالة الطبيب والآن لنتقل إلى رسالة أخرى في هذه الرسالة سنتكلم عن بوليس فعنوان الرسالة بانج بوليس لك جوك زور بمسلك وَالْأَنْ مِنْفَضْلِكُمْ اِنْسُّوْ لِي جَيْدًا Benim adım Ümit 30 yaşındayım Ben polisim دوك polis merkezinde çalışıyorum Bence polislik çok yorucu ve tehlikeli bir meslek فقط ben işim çok seviyorum والآن استمعوا معي لترجمة هذه رسالة Benim adım Ümit ismi Ümit أو Ümit 30 yaşındayım أنا في عمر الثلاثين Ben polisim أنا شرطي دوك أي دوك مدينة اسم مدينة دوك polis merkezinde أي في مركز الشرطة الذي هو في دوك مثلا أو مركز الشرطة في دوك çalışıyorum أعمل 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 في مركز الشرطة الدوك يعني شرطة الدوك متعب لوك 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 حسب حروف العلة التي انتهت بها الكلمة أو سبقت الكلمة الحرف الأخير فسنختار فسنختار لو أردنا أن نقول نحب عمل الذي يقوم بصحفي لا نقول نحب عمل صحفي بل نحب نحب عمل الصحافة ومثلا مدرس لا نقول نحب عمل مدرس بل نحب عمل التدريس صحفي صحافة مدرس تدريس وهكذا دكتور دكتور لوك و بوليس بوليس لك فكيف أن صحفي تغير إلى صحافة فهكذا عندما نضيف لك أو لك أو لك لإحدى الأسماء أو إحدى كلمات التي تدل على وظيفة ما تتغير إلى وصفها مثلا صحفي صحافة دكتور دكتور لوك وهكذا وآخر جملة فكات بان اشمي شوك سيفير فكات هي أيضا كلمة من كلمات اللغة العربية الرائعة جدا ولكن لا تعني فقط هي أصلها فقط في اللغة العربية ولكن باللغة التركية تستخدم كلاكن أي هنا فقط بان إشمي توق سيفير يعني ولكن أنا أحب عملي جدا إش عمل لذلك فقط قلنا هي كلمة عربية ولكن لا تعني بفقط بل لكن وهكذا تقريبا انتهينا من الدرس بالرغم من أنه هناك المزيد من النصوص والرسال التي أردت أن أقدمها لكم ولكن لا أريد أن أطول الدرس أكثر عليكم فإن شاء الله سأنشرها في وقت لاحق كتكملة لهذا الدرس وشكرا للمتابعين الذين يدعمونني دائما واستودعكم الله للمتابعين 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 ترجمة نانسي قنقر